فرح كان ولا في الأحلام ولا ليلة من ألف ليلة وليلة الأب فرحان ببنته ودموعه في عينيه ما هي بنته الوحيدة خلص هتسيب وتمشي وتروح لي بتعرسها ما هي حتى من قلب أبوها فرح مي بنت الملحن والمطرب الشعبي عصام كاريكا كان حاجة في قمة الفخامة ماهو كان فيه كل نجوم الوسط الفني والإعلامي وكمان نجوم الكورة ماهو كاريكا سيتم سمع هنا وهناك وتاريخه كبير جدا في كل الأوساط الفرح كان بدايته بكتب الكتاب واللي قعدت فيه مي جنب والدها وهو حابس دموعه من فرقها وفي نفس الوقت فرحان بيها وهي كانت شبه الأميراد بفستان لونفضي وفي أحجار خلتها شبه النجوم اللي في السماء وزفها أبوها وأخوها العرسها اللي كان من خارج الوسط الفني وكان الفرح ده بقى مناسبة حلوة جدا اتجمع فيها كل النجوم من كل الأوساط وظهر فيه ناس كتير ما كانتش أصلا متوقع أنها تبقى موجودة في الفرح ده يعني مثلا اللي أحيى الفرح في الأول كان حميد الشاعري وبعدين ما كانش لوحده فكان كل جيله جاي جامل كاريكا فرح بنته الوحيدة يعني لقينا حكيم بيغني أغاني ما قدمهاش من فترة طويلة بس كانت من ألحان أبو العروسة بقى فكان لازم يرجع يحييها من تاني لدرجة أن كاريكا قال عن الأغاني دي أنه ما كانش يتوقع وهو بيعملها أنها تتغنى فرح بنته في يوم ومش بس كده كمان محمد محي وبوسي وغيرهم مطربين كتير شاركوا في الفرح بأن كل واحد فيهم قدم أغنية بس مش علشان هم اللي كانوا جايين يحيي الفرح لأ ده كله محبة الأبو العروسة ما هو برضو عصام كاريكا اللي كان سبب في أن نجوم كتير يظهروا للساحة ونجمهم يضرب بألحانه أما بقى اللي كانوا وجودهم مش متوقع واللي كانوا عايزين يخلصوا حفلة التميز والإبداع ويجروا على فرح بنت كاريكا علشان يجملوه كانت يسرى وتمر أمين وتقريبا كل اللي اتكرم في المهرجان خلص وجري على الفرح علشان يكون شريك في فرح كاريكا أما بقى اللي رأصت في الفرح من أول للأخر وفكانت دينا اللي كانت في قمة سعادتها في فرحة صديقها وبنته واللي غيرت كذا بدلة ورأصها على أغاني من مطربين وكمان كانت مولعة الفرح بس عصام كاريكا كان مشغول بمعازيم ومهتم بيهم حتى الرأس اللي كانت مع بنته في بداية الفرح فدي بقى كان بيقديها وهو متأثر وزعلان ومش مصدق إنه خلاص مش هيرجع البيت ويلقيها مستنياة بس رأس كده شوية صغيرين مع بوسي ما هي دي بقى أسطورة ومحدش يقدر إنه يفضل سابت قدام أغانيها أما الحكم دار عبد البسط حمودة فده بقى صاحب الإفهات العالية واللي قول ما شاف بوسي قال أنا هتجاوزها النهاردة وده طبعا كان تعليقه على انفصالها عصام كاريكا رغم بعضه عن الوسط الفني من فترة مش قليلة إلا إنه رجع تاني بألحان أغاني فيلم الأسكندراني اللي معروض دلوقتي في السينيما فهنلاقيك إنه مغابش ولسه الأغاني بتاعته لها مزكتها المختلف عن أي أغاني شعبية تقدمت ما هو محدش انسى أغاني فيلم الليمبي وبوحة وأغاني أفلام من بداية الألفنات كان كاريكا شريك أساسي في إنها تخلي الأفلام دي تنجح واتكسر الدنيا وقتها والحد دلوقتي والاستعيشة مع الناس بس بما إن خالد يوسف وش حلوة على كاريكا وبرجوعه معايا لإنه فرح كبير قلب الوسط الفني كمان كاريكا طلع وأعلن إنه هيعمل حلقات برنامجة على التيك توك وكل حلقة هيقول فيها كواليس عن أغنية من الأغاني اللي قدمها في الأفلام وبدأ فعلا بكواليس أغنية يلنسيت الغرام اللي غنها محمد سعد فيلم بوحة واللي طلع تريند الفترة اللي فاتت من تاني وأغاني وكواليس كتير قرر كاريكا إنه يعلن عنها الفترة اللي جاية وهتبقى الناس مستنياها جداً ما هي أفلام متعلقة بذكريات كتير قوي والناس بتحبها